وجه غبطة البطريارك في أوفلس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال الأردني وفلسطين رسالة إلى مسيحي الأردني وفلسطين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال غبطته يعلمنا الكتاب المقدس أن سيدنا المسيح يجلب السلام مع الله الذي يمكن أن يفضي بعد ذلك إلى السلام داخل أنفسنا وتجاه الآخرين من حولنا وفي رسالته تقدم غبطته بالتهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة والذي يبذل جهودا جبارة في الدفاع عن هذه المقدسات ونشر التسامح والوئام بين الديانات السماوية وختم رسالته قائلا أنه لا يسعنا في هذا العيد إلا أن نصلي لله لوضع حد لمأساة كورونا العالمية وقد بدأت بشائر معالجتها عن طريق توفير لقاح يساهم في مكافحة الجائحة ويحافظ على كرامة الإنسان وقدسية الحياة